بسم الله الرحمن الرحيم أهزائي طلاب الصف الثاني الثانوي أهلا وسهلا بكم معكم مستر عمري باديان إن شاء الله مستمرين في شرح الدرس الأول في منهج الترمي الأول اللي هو الدرس بعنوان نيوترشن واحنا كنا اتكلمنا في التو فيديوز اللي فاتوا عن التو مين تايبس أوف نيوترشن اللي هي الاوتوتروفك نيوترشن وكمان الهيتروتروفك نيوترشن وبرغم إن كان الجزء ده يعتبر بسيط من ناحية المحتوى لكن في التفاصيل بردو كتير جدا وضفناها مع بعض إن شاء الله باقي لسن وان هيتكلم على الميكانزم بتاع الاوتوتروفك نيوترشن اللي هي التغذية الزاتية وقلنا هي بتتم على خطوتين الخطوة الأولى لأبزوربشن الفوتر ان صوت بروسس وده المحتوى بتاع الدرس الأول والفوتو سنسل بروسس اللي هي عملية البناء الضوئي ده المحتوى بتاع الدرس التالي في الشفتر ان شاء الله نتوقع على الله ونبدأ في الموضوع لأبزوربشن الفوتر ان صوت بروسس لو احنا بدأنا به اللي هو الجملة دي هنلاقي ان الجملة دي فيها تفاصيل كتير جدا او هتقودنا التفاصيل كتير جدا اللي هي السيستم بتاع البلانت والأورجنز والتشوز والسلز وهكذا هنا بيولي زي هاير جرين بلانت أبزورب واند منران سولت في رمز الصويل الموضوع ده احنا عارفينه ان النباتات الراقية وان النباتات الراقية يعني اللي هي بتبقى في تصنفها اعلى والرقية في الكائنات الحية معناها كمبليكستي اللي هو التعقد يعني الجسم بيكون فيه تفاصيل اكتر لان الكندوم بلانت كنا بدأناها به اللي هو هاير اوجي اللي هي التحالب الراقية وبعد كده دخلنا على حاجة اسمها النون بسكولر بلانت زي الموزس وبعد كده البسكولر بلانت زي الفيرنز والجيمنو سبيرم وأرقى حاجة كانت اللي هي الانجيو سبيرم اللي كان فيها مونو كوتيلدون ودي كوتيلدون المهم من هاير جين بلانت زي الموزس يعرفنا انها تلتص الواتر والمينران سوكس التي تحتاجها لكي تجيبه من الصيب تجيبه منين؟ قال لي عن طريق حاجة او بتجيبهم ازاي قال لي عن طريق الروت هيرز حاجة اسمها الشعيرات الجزرية وهذا موضوع الدرس بتاعنا النهاردة ايه الشعيرات الجزرية دي؟ قال لي هي موجودة في الروت سيستم يعني كده فيه سيستم معنا كمان اسم الروت سيستم ذا كلمة جديدة كمان محلول الطربة محلول الطربة لحد ما يصل لحاجة اسمها الزي الموزس بالتحديم يبقى انا برضو عندي فيه حاجة اسمها ترانسبورت او كوندوكتف فيسلس اللي هي الاوعية النقلة طب ايه بقى التلاصم اللي موجودة دي؟ فركزوا معايا في اللي انا اقوله ده كويس جدا جدا ان احنا نعمل تشريح مبسط كده للنبات عشان نقدر نفهم ايه الكلام ده ونروح لكلمة اللي هي اللي انا تنفعني في خاصية اسمها الوسموزس اللي هنتكلم عنها بالتفصيل الممل ان شاء الله انظروا يا شباب البلانت من ناحية اللي هو النامبر اف سيلز بيعتبر من مالتي سليولار ليفنج اورجنزم اللي هي الكائنات اللي هي عديدة الخلايا فالجسم بتاع النبات بياخد اللي هو سيكوند ليفلز اللي هي مراحل متتابعة زي ان هو بيتكون من سيستمز وكل سيستم بيتكون من اورجنز مجموعة من الاعضاء والاورجنز بتتكون من تيشوز والتيشوز بتبقى مكونة من سيلز والسيلز دي جواها اللي هي اورجنز اللي هي عضيات والاورجنز دي لما بنيجي نشوف التركيب الكيميائي بتاعها بنلاقي فيها الماكرو ملوكيولز اللي هي بيولوجيكال مكرو ملوكيولز اللي هنتكلمنا عليها في السنة اولى وطبعا اي ملوكيول بيتكون من ايه؟ يبقى ده كده البلانت بادي جسم النبات على اساس انه هو مونتي سليلار ليفنج اورجنزم اللي هو متعدد الخلايا طب ايه سيستم بتاع البلانت؟ طبعا الرسمة المبسطة اللي احنا بنعملها هذه اللي هي جزء تحت التربة ده اللي هو السايلد سيرفر ده آآ ساديح التربة هنا بنلاقي حاجة اسمها اللي هو ده root system يبقى الجزء اللي تحت التربة ده كل على بعضه اسمه root system طب واللي فوق ده اسمه بيبقى اسمه shot system طب ايه الفرق اللي ما بينهم؟ root system اللي عندي هنا اللي هو اسمه المجموع الجزري تمام واللي هو ده بيكون اللي هو المجموع الخضرين ماشي يا شباب طيب اي سيستم زي ما اتفقنا بيكون ايه من الروت سيستم اللي فيه اللي هي حاجة اسمها مين اللي هو الجزر الاساسي وده بيبقى موجود في اللي انا بتطلع فلقة واحدة وفيه بيبقى احيان اسمه اللي هو في المونو كوتيلدون تمام لان احنا بنتكلم في وسواء ده او ده او اللي هي بالاخص اللي هي في اللي هي اللي هي اللي يتقل عليها ودي يتقل عليها مونو كوت ياريت تكتبوا كل الكلام ده ده بيبقى في حاجة هنا اسمها اللي هي الشعيرات الجزرية اللي احنا ندرسها في الفيديو النهاردة ان شاء الله نجي نروح للشوت سيستم اللي فيه عندي اللي هي الساق وعندي ليفز اللي هي الاوراق وما اننا نتكلم علي انجيو سبيرب او فلاورينج بلانت سيبقى في اورجان عندي موجود اللي هو اسمه يا شباب الفلاور اللي هي الظهرة الفلاور ده هي اللي بيحصل فيها نوع من ريبرودكشن اسمه سيكشوال ريبرودكشن فتتحول اللي هي الفروت والفروت بتحتوي على السيد السيد دي اللي هي بتعتبر زي الزايجوت وبيبقى فيها المعلومات الوراثية الكاملة ومزرعها ممكن تطلع لبلانتان ببقى اننا اتكلمنا على الاورجانز فالاورجانز مش السيستم الاورجانز بتتقسم لنوعين في حاجة اسمها اللي هي الاعضاء الخضرية وفي حاجة اسمها اللي هي التلات حاجات اللي هم الروت والستيم والليفز واللي بيتم فيهم او في بعضهم وبالاخص الستيم حاجة اسمها اللي هو تقاصر خضري يعني ايه تقاصر خضري يعني تقاصر اسكشوال يعني ايه برضو اسكشوال يعني بدون جامت مفخوش اللي هو امشاج تمام يعني ما فيهش اللي هو بولين جرين وووفا وهكذا انما الربروتكتف اورجانز متمثلة عندي في الورجانز في الورجانز اللي اسمه الفلاور وله دي اللي بيتم فيها السكشوال الربروتكشن اللي هو تقاصر اللي هو جنسي تمام والذي هو بيعتمد على وجود الجامتز اللي هي بولين جرين كمية الجامتز اللي بيطلع من الانسر وكمان اللي هي الاوفيول او البويضة اللي هي الاوفم تمام دول بتخرج من الاوفري بتاع اللي هو الفلاور يبقى احنا كده عرفنا السيستمز وعرفنا الاورجانز وعرفنا تصنيف الاورجانز اي اورجان بيتكون من ايه شباب بيتكون من حاجة اسمها التشوز فدلوقتي التشوز بتتصنف ازاي اللي طبعا درسناها بالتفصيل في سنة اولى بس هنضيف عليها حاجة زيادة جديدة السنة دي خلينا متفقين مبدئين احنا كل اورجان في البلانت سواء الروت او ستم او ليفز او احيانا كمان او بالطبع مش احيانا ليال فلاورز هنجد ان هي بتتكون من تشوز يبقى الورجان الواحد ممكن يكون فيه كذا نوع تشوز المهم التشوز لما تيجي تتقسم تتقسم لنوعين لماذا سيمبل و семь��� feel commeشوز سمع ماذا سمعت في سنة اولى و هناك شيء اسمها Meristematic Tissue وأنا أخذ الكلمة The Meristematic Tissue المهم، هذه اسمها الأنسجة الميريستيمية ما هي Permanent Tissue؟ هذا ما درسناه في سنة أولى وهي Simple Tissue وهي الأنسجة البسيطة وهي Complex Tissue وهي الأنسجة المركبة وهي الهاتف المركبة التي يطلق عليها Permanent Tissue Transport أو Conductive Tissue وهي الأنسجة الوعائية أو النقلة وهي ماذا؟ السيلم وهي الأنسجة السيلم أو السيلم وهي الهاتف المركبة بطبيعة نحن اخذناهم اللي هو البرانشيما والكولنشيما والسكيلي البرانشيما ماشا شباب يبقى دي التأسيمة بتاع التشوت طب المريستيمااتيك تشوت دي بيكون لها قدرة كبيرة على احداث اللي هو او حدوث السيل دي بجن اللي هو الانقسام الخلوي عشان النبات اللي هو حاجمه يزيد من انقسام خلوي يعني زيادة عدد الخلايا ودي انا اخدها بحاجة اسمها الكامبيوم اما نيجي ندرس اللي هو الانقسام الخلوي عشان ندرس اللي هو الارجن اللي هو اسمه السيم ونعمل له الترانسفيرس اكشن؛ سأجد هذا المريض ويكون له قدرة كبيرة على اللي هو السيل ديفيجيام بالنسبة لي السيلز اسمها من اسم تشو بتاعه يعني البرانشيما تشو بيكون جواهة برانشيما سيل وهكذا كولنشيما تشو جواهات سيل وهكذا بالمميزات بتاعه الارجن الزي العضيات مميزة جدا جدا لDetectomy 강ربية البرانشيما ما هي البلاستيدز ؟ المحترم من جديديني هل تتذكروا كرومو بلاست الذي هي البلاستيدات الملونة كرومو ودعم كرورو اللي هو الجرين بلاستيدز ما ماذا هو الخروج المفيدة التى عددين؟ أن الكرومو بلاست كان يكون فيها ملونة ملونة أصباب أو الكاروتين اللونها كان يكون الرأس او اورنج او اللي هو يالو تمام الكورومو بلاست او الكلورو بلاست او الجرين بلاست كان فيها البيجمنت اللي يسمى كلورو فيلم انما اللي هي الليكو بلاست قلنا ليكو معناها وايت او كالرلس دي طبعا كانت مبقاش فيها اصباغ بس كانت وظيفتها اللي هي اللي هي انها بتخزن حاجات زي اللي هي حتى بنلاقي الليكو بلاست دي موجودة في البطاطسة اللي باكلها انا باقول الليatre talking کیلها الليكو بلاست كتير لان السلزة فيها الليكو بلاست كتير انها بتعمل طبعا الكلورو اللي هو في الكورورو بلاست كان مسؤول عن اللي هي عملية البناء الضوئي انما اللي هي الكرو ما بلاست او الكلور بلاست دي كانت بيطwww يعني اللي هو بتدي نبات اللي هو اللون بتاعه زي صمرة التماطم او خلافه او بتاع الفلاور دي اللي هي كان الجزء من ايه من القرولة ماشي شباب تفاصيل تفاصيل جوه تفاصيل فالموضوع كده بصراحة يعني هو شايق وجميل وكل ما اعرف التدريج بتاعه يبقى كوية وطبعا بقى البيولوجيكا الميكرو ملوجيو احنا عارفين طبعا مثلا السيلول مثلا بيصنع من مادة اسمائي اللي هي السيلولوز اللي احنا ندرسها وتحب الجزء كمادة ويتساعد النبات على المتصوص المياه بطريقة اللي هو التشرب وهكذا ماذا شباب يبقى احنا كده اعرفنا اللي هو سيكوز طبعا في الدرسه ده كل وبعد الكلام الكتير ده هركز على اي سيستم هو الروت سيستم واي ارجان فيه اكيد طبعا الروت والروت هيرز الموجودة فيه لان ده محل درستنا في الورق والذي معنا لو تحركنا شوية كده هنلاقيه انه هو مديني مقطع عرضي او كروس سكشن بيحصل ازاي الكروس سكشن ده خلي بالنا احنا هندرس بإذن الله الروت والستيم والليفز تمام انا بعتبر عندي ادل بلانت اهو كاي وده الروت بتاعه وده الستيم وده الليفز هو بياخد جزء من الآخر تمام وبعدما ياخده يعني هو بيقطعه كده وبعدما بيقطعه بياخد شريحة معينةمنه وfontها تحت المايكروسكوب فيظهر اللي هو الشكل ده تمام يعني انت لو معاك الروت كده على بعضة تقطعهم الاول وبعدما تقطعه تقطع شريحة من اللي انت قطعته وبعد ذلك تходит تحت المايكروسكوب فيظهر الموضوع ده هنا بنجي ننظر من اول شيء بنجي ان في كذا منطقة اول شئ في طبقة اسمها او بنقول عليها اللي هي خلايا البشرة يعني البشرة اللي هي بتبقى الحاجة اللي موجودة برة خالص على سطح النبات اهو تمام اللي هي دي خلايا البشرة ومن خلايا معينة او خلية واحدة بيمتد منها حاجة اسمها يبقى دي هي بتبقى نتيجة امتداد او لخلية واحدة تمام يعني معنا صح هي خلية واحدة من الروت كل لأ انا عاوز في اهمك مثلا ان مش خليتين جنب بعض كده هيطلعوا روت هير لأ هي بتبقى الروت هير امتداد لخلية واحدة من الابدرميس او خلايا البشرة طب نوع اللي هنا اللي موجود يا ولاد اللي هو برانشيما تمام بيبقى برانشيما تمام طيب البرانشيما من مميزاته ان الجدران بتاعته رقيقة وعنده كما ناخد بالتفصيل ودي هتساعدني قوي في حتة امتصاص المية ان شاء الله كذلك هنا في الكورتكس سيل دي اسمها خلايا القشرة واذا تلاحظوا كلها تقريبا نفس الشكل اللي هو دائري الى حد ما وبرضو نوع التيشو اللي فيه اللي هو برانشيما تشو واللي بيتميز زي ما احنا شايفين في اللي هي الفاجوة العسرية والقدران بتاعته رقيقة زي برضو خلايا الابدرميس بتصنع من مادة السيلولوز كما قلنا من شوية مثلا السيلولوز ده من المواد اللي هيب اسمها وتلتصل المية بالإمبيباشن وقد المية تعد تمشي من خلية للتانية وتلاحظوا كده ان فيه طريقين للمية فيه طريق اللي هي تمشي من الساف باكيو الهنا لهنا 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 لحد ما تصل لمن الزي لباسو فيه طريق تاني ان هي ما ندخلت شبه الخلية هي مشيت على بدران الخلية ده اللي انا عملي قل عليها من ساعتها اللي هي بتاع الامبيباشن اللي بتحصل بالسيلولوز تمام بس لما تيجي تخش عند الزي لازم تخش من جوة الخلية وده اللي احنا هنعطر فهنا بيقول الوتر هيتنقل بي الاسنوزيس فانومنا واللي هو بالامبيشن المهم بقى من البداية انت هيجيبه من تربة من بقى من الروت هير نفسها ويلا بنا نروح نشوف هي الروت هير بس احنا كده تخيلنا ايه هو السكشن او الخاص دي اللي هو الروت كاورجان اظن الجملة دي بقى دلوقتي بقيت قدامي واضحة بعد ما روحت درست اللي هي التفاصيل الكتير دي معدها اللي هي كلمة دي ان شاء الله هنرجع لها بالتفاصيل ان شاء الله زي ما اتفقنا فاول حاجة بيقولي الروت هير هتتكلم عني في ناحية ايه قال لي اولا من ناحية تمام طبعا اللي ظاهر قدامي ده هو جزء من الروت اللي انا لسه درسه تمام لو عملنا زوم ان كده هنلاقي ايه خلي بالنا هنلاقي ده طبعا طبقة الكورتكس تمام اللي هي طبقة القشرة اللي جوه دي تمام في قبلها طبقة البشرة اللي لان بيكون الحاجة ما بتبقى مببرة يعني بيكون فيها كده ايه حاجات برزة او طالعة منها ايه اللي بيكون طالع من الابديرمال سيل او الابديرمال سيل او الابديرمال سيل طبعا بيكون خارج منها ايه الروت هير اولا لازم تعود نفسك ان انت تقول كلمة روت هير سيل لان هي خلية حية زي كل خلايا نبات طيب بتتميز بايه قال لي ان هي خلية حية يبقى فيها ايه nyuklaus وكمان فيها الرائح اللي هو باقي الرائح اللي هو باقي الرائح اللي هو تمثل في الايه في السيتو بلازم وفيها او او واحدة واحدة ونفط لهم موضوع اللارج سي باقيوه حتا بطار الروت هير مميزة عن باقي vitamin تماما شباب يبقى هي خالية فيها وفيها خلينا احنا اتفقنا ان هي من شوية ان هي بتعتبر من جدرانها رقيقة وده بيخلي في ادابتيشن في او بتاعها من ناحية اللي هي اللي هي امتصاص المية تمام كذلك اللي هي مصنعة من مادة قلنا دي هتامتص المية بخاصية تمام كذلك هنا بقى السايتو بلازم لو جيت ابصتها هتلاقيه اللي هي طبقة رقيقة وده برضه بتساعد في دخول او تحسين كفاءة دخول المياه طب بالنسبة للساف باكيو للا الساف باكيو الموضوع طويل شوية لازم نعرف الاول يعني ايه كلمة محلول التربة وبعد كده هنعرف حاجة اسمها اللي هو محلول الخلية ونشوف المياه تتحرك ما بينهم عن طريق اللي هي الاسموسوس وكده اقدر اشتقي حاجة ان الامبيباشن جي عند السيل وال وقف انما عشان المياه تدخل جوه الخلية يبقى محتاجة يكون فيه فرق في التركيز ما بين السيل سلوشن والسيل ساب وعشون المياه بقتها دخش بالاسموسوس طب السيل ساب ده بيبقى متركز فين بيبقى موجود في اللي هو الساب باكيون وده اللي ان شاء الله هنتكلم فيه زي ما قلنا بعد كده على الشيء انا عدت الجملة كتير بس هنا بحاول ان انا اماهد لكم للموضوع اللي جاية فهنا بيقول التز دي عايدة على الروت هير امتداد لخلية واحدة من الطبقة الوبرية اللي هي اسمه الايه الابديرنوس اتفقنا ان هي اسمه روت هير سيل يبقى فيها مكونات السيل العادية فقلنا من الداخل with thin layer of cytoplasm طبقة رائيئة من السيتو بلاسم and contains nucleus اللي فيها النواة اللي هي بتنظم اللي هو عمل خلية and a large subbacule خلي بالقوا من الاوصاف فجوة مصارية كبيرة وممكن تكتبوا ان السابباكول دي شباب بتحتوي على السيل ساب طب يا مستر هو ايه السيل ساب اللي حضرتك عملت وقول عليه ده هو عبارة عن السلوشن بتاع الخلية اللي هو الووتر and salt المية والاملاح ده اسمه العصير الخلوي بيبقى موجود داخل السابباكول طب طولها ايه قال لي الطول بتاعها صغير جدا it's lens about four millimeter يعني حاجة اللي انت احنا اساسا بنتكلم ان ما بين وان وطو في المسطرة بيبقى موجود 10 مليمتر انت بحتاج اربعة شرط منها طيب بالنسبة للعمر بتاعها هل بتعيش لمدة طويلة قال لي لا قال لي it's age doesn't exceed few days or weeks طيب ليه لان الروت هير ده ممتدة ما بين الصييل بارتكولز ما بين اللي هي جزيئات الطربة وطبعا الحاجات ده بتتحرك لأسباب كثيرة فبناء عليها احنا بنقول ان هي اساسا رقيقة الروت هير فالفريكشن او الاحتكاك ده بيساهم في ان يحصل اولاد تيرينج تيرينج يعني تمزق قال لي اي عمره مش بتجوز ايام او سويا بكل زيب ديرمال سيل ار تيرد او لوسد فروم تايم تو تايم لكن من الحاجات المميزة جدا ان هي ريجينريتد كونتينواصلي اللي هي بيتم تجددها باستمراء تبت بتجدد من اين قال لي في منطقة اسمها لونجيشن زون اوف زروت طب انا درست الروت من شوية وما شفتش كلمة لونجيشن زون كلمة لونجيشن زون معناها منطقة الاستطالة يعني ايه منطقة الاستطالة تعالوا بنروح نشوفها مع بعض هنا النوت دي اه في الصفحة اللي بعد اللي كنا فيها دا اولاد اللي بيبقى بالاختصار بتاعنا اللي هي ال دوت اسي بحنا نارده عرفنا تو سيكشنز اللي هو اسمه مقطع طولي وفيه ترانسفير سيكشن او اللي هو هو مقطع عرضي العرضي اللي احنا كنا بنقطع اللي هو الروت كده وبعد مقطع الخود شريحة وحطها تحت الميكروسكوب طيب بالنسبة للونجيشن معنى انت تقطع بالطول يعني بتاخد شريحة مطاولة فهنا احنا عملنا لانجيشن في الروت لانه يتكون من ايه قال لي اللي هي اه اه اول حاجة تحت خالص كده وانا تفتكروا ان انا قلت لكم من شوية كان في حاجة اسمها وانا هي مسؤولة عن السليل الورد بيجن ودي بتساعد في عملية ان اللي هو الجذر ينمو لان قلنا سليل الورد بيجن معناها زيادة عدد الخلال ودي المنطقة اللي بتتجدد منها الحاجة اللي فوقها ايه هي دي اللي هي بتتجدد منها او بيخرج منها اللي هو او بتساهم في تجدد اللي هي اللي هي الريجن على بعضها اسمها روت هير ريجن يبقى دي اللي هي الاجزاء بتاع الروت فهنا بيقول لي احنا عندنا سليل الورد بيجن الريجن اللي هي بتاعه كومبنسات ساسف ذات روت هير فروم تايم تايم بعد كده روت هير ريت جن ماء ذات روت هير أبير از اكتنشن السليل الريفرس ليرسيل اللي هي امتداد لخلايا الطبقة الوبرية او اللي هي الريبي درمو سال سوف ندخل بعد ذلك على عنوان آخر اسمه Adaptation or restitability of the root here to its function أنا لدي 5 adaptations سوف نأخذ منهم بإذن الله اللي هم 3 pass النهاردة وسوف نبدأ الفيديو القادم بـ 4 & 5 وبعد ذلك سوف نبدأ على Mechanisms of Water Absorption اللي هي عملية امتصاص الماء فقط وهما نخلصها ونخلصها على امتصاص اللي هي Soul فهنا بيقول لي أول شيء فيها Being Large in Number فالعدد بتاعهم بيكون كبير جدا تمام اللي هي بتمتد للخارج يبقى احنا اتفقنا كده انها عددها كثير وبتمتد الخارج سطح النبات قال لي عشان تعمل حاجة مهمة جدا ايه هي انها تتعرض للنمس بأكبر من التربة والمية والأملاح اللي في التربة قال لي To increase the surface area عشان يزود المساحة تحت سطح مساحة سطح يعني اللي هي The area of water and salt absorption يبقى هنا كده عددها كثير وبتمتد الخارج للتربة فده بيساعد في امتصاص اللي هي المية والأملاح بسهولة خلي بالكو انا لسه باتكلم ان جنرل ما اتكلمتش على الووتر الواحده او الصوت الواحده ثاني حاجة ان هي بتطلع مادة اولاد اسمها Viscous Substance مادة لازجة المادة اللازجة دي زي اللوبريكانت اللي هي حاجة اسمها مزلق تمام حاجة بتبقى اويلي اللي هي زيتية او واكسي او شامعية الى بعض الشيء قال لي الوظيفة بتاعها ايه قال لي انها تقدر تتخلل اللي هي جزيئات التربة بسهولة عن طريق تقليل الاحتكاك حتى انا كنا في سنة خمسة فداق لما كنا عندنا غسلة او كده كنا بنستخدم حاجة اسمها اللي هي اسمها او بنستخدم حاجة اسمها لكي نقلل او الاحتكاك الداخلي اللي كان بيبوز القليل تاني حاجة انها تبقى منتصقة بها واحتكاك اقل الاتصاق مع احتكاك اقل سوزي كان ايه اللي هو بيثبت النبات في التربة يبقى الوظيفة ان النبات يمر بسهولة ما بين السولد بارتكولز او السولد بارتكولز وان يحصل عملية الفيكسيشن او اللي هو التزبيع بعد كده انا اتفقنا انها اللي هو بارتكولز ما بين السولد بارتكولز ليه؟ لكن هناك بارتكولز 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 وحاجات بارتكولز بارتكولز ان شاء الله اتمنى ان اصدقائكم من الفيديو وجمعتم معلومات كويسة جدا معلومات قديمة وربطناها بالمعلومات الحديثة وان شاء الله يبقى عندكم الصورة كاملة ونكمل بإذن الله على الجزء اللي قفنا عنده النهاردة ان شاء الله اتمنى ان شاء الله دعو اصدقائكم وشاركة في القناة والتطبيق والاستفادة لمحتواهم واخيرا بسألكم الدعاء لوالده والجميع من التنسيون والرحمة المغفرة شكرا لكم كان معكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته